قلت لكم امبارح انه الاهلي واخد قرار ببيع صلاح محسن لعب الفريق وبالفعل كان مرسي كوريس تبعيده من رحلة الامارات مع اسكر الامارات اللي يقام حاليا وصلاح محسن مع كريم صلاح محسن وكريم ندفد مش موجودين في هذه الرحلة وكنت قلت لكم ايضا ان صلاح محسن كان تغيب عن مران النادي الاهلي لمدة ثلاثة ايام دون ابداة اسباب وده كان ممكن يكون من العامل اللي خليته يتم استبعاده من معسكر الامارات وان كان يعني بحسن ما تواصلنا مع النادي الاهلي فهم واخدين قرار ببيعه من الاول يعني من بدر وده كنا بنقوله دايما كل يوم لحضراتكم يعني فلجنة التقديد بالنادي الاهلي كانت مترددة شوية في البداية بفكرة بيع اللاعب ولكن كانت خدت قرار بعد اسرار مرسي الكوريس بالموافقة على بيعه هم مش عايزين او كانت لجنة التقديد مش عايزة تستغنى عن صلاح محسن دونها مقابل خاصة انه كان فيه كلام كتير في ربط بين اسم صلاح محسن ونادي الزمالك لما اتصلنا بمسؤولي نادي الزمالك وسألناهم هل انتم مهتمين بصلاح محسن فاكدونا انه ما فيش اي اهتمام بصلاح محسن لاعب النادي الاهلي وانه هم مش حطينه في حساباتهم حتى لو استغنى عنه النادي الاهلي بشكل مجاني هم مش حطين صلاح محسن في حساباتهم صلاح محسن عند عروض منها سراميكو البترة ومنها مودرن فيوتشر معرفش ما زالت العروض دي قائمة ولا لأ بس كانت عروض موجودة منهم كمان عرض من سموح اللاعب ليه قبل كده صلاح محسن حتى هذه اللحظة صلاح محسن مزال موقفه معلق سواء في النادي الاهلي او حتى في العروض اللجي لو هل العروض دي هي عروض ما زالت قائمة ولا لأ الله اعلم هل الاهلي هيتراجع عن بيع ولا الاهلي مكرر بيع صلاح محسن بشكل نهيي دي حكاية الموقف بالنسبة لصلاح محسن في النادي الاهلي مصدر في النادي الاهلي قال لنا في رقم عشرة ان نادي قطر القطري نادي قطر القطري رفع عرضه من اجل التعاقد مع اليو ديانج الى 3.750.000 دولار وحابب النادي القطري انه يحسم الصفقة خلال الايام القليلة القادمة المصدر قال مصدر اللي قال لنا في النادي الاهلي انه انهم عايزين في النادي الاهلي خمسة مليون دولار ولكن في اتجاه للموافقة على العرض لو وصل الى 4 مليون دولار يعني هو لا توافع عن 3.750 لو جي 4 النادي الاهلي هيوافق مع بعض البنافتس يعني اللي هو والله لعب كم مشاركة هناخد فلوس زيادة انتوا عرفتوا الحاجات دي خلاص سجل كم هدف هناخد كده شوية بونس كده ايه لو اللعب تقلق مع النادي القطري البونس دي ياخدها النادي الاهلي في حالة تقلقه مع نادي قطر القطري كمان الاهلي استقرر بشكل نهائي على تجديد التعاقد مع عمر السلية لمدة موسم اخر مع امكانية التمديد لموسم جديد يعني ايه هم اتفقوا مع عمر السلية عمر السلية كان عايز يجدد سنتين الاهلي عايز كان يجدد له سنة فقال له خلاص احنا هنجدد لك سنة وفيه في العقد سنة كمان لو احنا الاتنين مرحبين بفكرة التجديد هنجدد بس الاهلي مش ملزم طبع هتقول لي تم تخلوها سنتين وخلاص ايه الحكاية معه لو الاهلي يجدد سنتين لعمر السلية وبعد سنة قال لعمر السلية شكرا جدا على الخدماتك اللي قدمتها للنادي الاهلي طوال الفترة المضاية فيبقى النادي الاهلي مطالب انه يدفع السنة التانية دي حتى لو ملعبهاش عمر السلية لكن دلوقتي احنا سنة والله يجينا بعد السنة دي ما اتفقناش او خلاص الامور خلصت فالسنة التانية تبقى بالاتفاق بالحب يعني وعمر السلية احنا من اكتر 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 اللاعبين الملتزمين اللي اده للنادي الاهلي على مدار سنوات طويلة واده كمان لمنتخب مصر طيب ترجمة نانسي قنقر